موسيقى ظهرت حملات صحة الرجل بعد وجود عدة دراسات حول العالم أن الرجال أقل اهتماماً بصحتهم من الآخرين كما أنهم يميلون التجنب بمراجعة الأطباء عند ظهور الأعراض بالإضافة لنسبة المدخنين بين الرجال أكثر وهذا يؤدي إلى انتشار السرطانات والأمراض موسيقى هذا سؤال جيد هناك مشكلات البروستات سواء تضخم البروستات الحميد أو الكشف المبكر على السرطان البروستات مشاكل نقص هرمون الذكورة ومشاكل الذكورة بشكل عام بما فيها مشاكل العقوم والإنجاب موسيقى يشعر بعض الرجال بالحرج لزيارة الطبيب لكن بمجرد الوصول للعيادة والحديث مع الطبيب ستزول كل الحواجز وسيشعرون بمزيد من الراحة والإطمئنان كما أن كليفليند كلينك أبو ظبي أتاح أعلى درجات السرية والخصوصية للمريض ومضأخرا أضفنا زيارة الطبيب عن طريق الاتصال للمريض نقص هرمون الذكورة هو من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال تقريبا 40 بالبيئة من الرجال 40 إلى 45 يعانون من نقص هرمون الذكورة الأعراض هي نقص القدرة على التركيز الشعور بالإجهاد زيادة الكتلة الدهنية في الجسم نقص الكتلة العضلية ونقص الرغب الجنسية موسيقى رحلة العلاج تبدأ بمراجعة السيرة المرضية والكشف السريري وإجراء بعض الفحوصات ثم يأخذ العلاج عدة منحنيات بعض الأحيان فقط نقوم بطمئنة المريض أن كل الأعراض طبيعية وليس هناك داعي للمزيد من الفحوصات في حالات أخرى نحتاج إلى إعطاء الأدوية وفي حالات نادرة ممكن نحتاج إلى بعض العمليات بما فيها عمليات الدعامات الهايدرولوكية والميكانيكية موسيقى أهم النصائح هي أخذ قصد كافي من النوم ممارسة الرياضة والأكل الصحي وعند وجود المشاكل ننصحك باللجوء لطبيبك واذكرها أخذ قصد كافي من المشاكل؟ اشتركوا في القناة